أكثر من 24 مليون ناخب جزائري مدعوون اليوم السبت الانتخابي رئيس لهم في انتخابات مبكرة أعلن عن تنظيمها أو أعلن عن تنظيمها تبون علما أنها كانت مقررة عند انتهاء ولايته في ديسمبر المقبل وإذا كان الانطباع السائد في الجزائر بأن التنديد للرئيس الحالي عبد المجيد تبون أمرا محسوما فريهان المرشحين الآخرين لانتخابات الرئاسية المبكرة يكمن في نسبة المشاركة مساء اليوم وبعد إقفال مراكز الاقتراع تبدأ النتائج الأولية بالظهور على أن تعلن رسميا غدا الأحد ثلاثة مرشحين يتنفسون في تلك الانتخابات عبد المجيد تبون الرئيس المنتهي ولايته والذي يحظى بدعم أحزاب الأغلبية البرلمانية أهمها جبهة التحرير الوطني أما المرشحان الآخران فهما رئيس حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف والصحفي السابق رئيس جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش تبون كانت تعهد في ختام حملاته الانتخابية أعطاء الشباب المكان التي يستحقونها موضحا أنه يريد استكمال تنفيذ مشروع الجزائر الجديدة لولاية ثانية معتبرا أن ولايته الأولى واجهت عقبة جائحة كورونا أما شريف فيقول إن هدفه الدفاع عن الحريات التي تم تقليسها إلى حد كبير في السنوات الأخيرة على حد قوله المرشح الثالث أو شيش يؤكد التزامه والإفراج عن سجناء الرأي من خلال عفو رئاسي هذا وكان الناخبون الجزائريون المغتربون وعددهم يتجاوز 68 ألفا قد بدأوا بالإدلاء بأصواتهم منذ يوم الأثنين السابق كما حصصت مكاتب تصويت متنقلة للقاتلين في المناطق النائية داخل البلاد من العاصمة الجزائرية تنضم إلينا الصحفية سهام غدير سهام أهلنا بك معنا مرة جديدة إذن كيف تسير العملية الانتخابية ورهان طبعا كان على نسبة المشاركة فمن متابعتك كيف يبدو الإقبال على التصويت في هذه الساعات الأولى نتحدث عن إقبال بإمكاننا عبر الملاحظة يخص فئة كبار السن وأنا متواجدة هنا بأعالي العاصمة ببلدية الأبيار وبمركزها الرئيسي الذي يحصي أكثر من ألفين ناخب على مستوى مركز علي حموتان هناك ربما هذه الحركية لفئة كبار السن في هذه الساعات الأولى هذا أجزم من خلال ملاحظة عبر ثالث مركز تدخله قناة الحدث ضمن هذه التغطية كذلك لابد أن نشير أن أول مرشح أدى واجبه الانتخابي عبد العالي حسني الشريف مرشح حركة مجتمع السلم والذي كذلك أدل بتصريحات يؤكد فيها أنه يقبل بأي مرشح أو بمن سيزكيه وتزكيه إرادة الشعب كذلك دعا إلى ضرورة المشاركة القوية وأكد على أن هذه الانتخابات هي هامة ومفصلية في تاريخ الجزائر كذلك الوزير الأول نذير العربوي الذي كذلك كان منذ قليل قد أدى واجبه الانتخابي على مستوى العاصمة بالتحديد في بلدية دلي إبراهيم وكذلك سجلنا رئيس مجلس الأمة الذي دعا الشباب التحديد على ضرورة الحفاظ على أمانة الشهداء وفق تصريحات جوجيل إذن نحن نرصد هذه العملية التي تسري في ظروف جد عادية وطبيعية ننتظر كذلك ربما النسب الأولية التي ستكون بعد أقل من نصف ساعة من الآن ندوة صحفية منتظرة للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي ستقدم ربما إحصائيات أولية ونسبة أولية لثلاث ساعات أولى من العملية الانتخابية التي انطلقت صباح اليوم الساعة الثامنة بتوقيت الجزائر ومتى تنتهي سهم؟ يعني مدى تغلق صندوق الاقتراع؟ من المفترض أن الفرز يبدأ اليوم وربما نتائج الأولية غير الرسمية طبعا تنتهي العملية وفق تحديث سلطة ووفق صلاحيتها الساعة السابعة رسميا لكن تمتلك السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات صلاحية تمديدها لساعة أو ساعتين وفق ربما بعض التنسيق على مستوى المندوبين الولائيين للهيئة المستقلة التي هي تشرف لأول مرة بصفة كاملة ولو أنها كانت قد أشرفت على العملية الانتخابية لرئاسية 2019 لكن هذه المرة هي أول مرة وفق صلاحيات دستورية منحها لها دستور نوفمبر تشرين الثاني 2019 ننتظر إذن ومرجح أن تغلق مكاتب ومراكز الاقتراع ونذكر دائما أن هناك أكثر من ستين ألف مكتب على المستوى الوطني يؤطره نحو خمسمائة ألف مؤطر على المستوى الوطني ننتظر أن تغلق هذه المكاتب الساعة الثامنة بتوقيت الجزائر تنطلق بعدها مباشرة عملية الفرز التي كذلك ربما نعرف من خلالها نسب المشاركة بالإضافة إلى من سيمنحه الصندوق فرصة رئاسة الجزائر فيما بعد سبتمبر وسنبقى في متابع معك بكل تأكيد شكرا جزيلا الصحفية سيهم غدير كنت معنا من العاصمة الجزائرية كل وطن جزائري يعيش بكرامة في بلاده أنا نقول الرئيس حتى بعض الأشياء ما نقوله شيء مليحة من بينها الغلاء يعني الصلاة الجزائري ما رأيش مليح طلب النيداء بكل رئيس الجمهورية يجب أن نشعله أولاً لنشعله مشعل الشباب البطلة الأسعار هذه اللي راه يترفعيه يومياً برامج يعني كلها تصب من أجل جزائر من أجل تنمية اقتصادي اجتماعياً تهتم بالشباب تهتم بالمرأة برامج تهتم بالسكانات طلب الرئيس القادم إن شاء الله يشوف أنه كامل بالصغير لكبير وحنا الشباب يزيدوا عاونونا يفتحون ناكاً مجالتاكاً باش نخدمه كامل باش نرفضل مستقبل البلاد من العاصمة الجزائرية ينضم إلينا أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية دكتور توفيق بوقعدة أهلا بك معنا على شاشة الحدث وفي استوديو الحدث هل الانطباع السائد في الجزائر بأنه سيتم فوز أو تمديد للرئيس الحالي عبد المجيد تبون باعتقادك ومن متابعتك أكيداً السياق العام وكذلك الظروف التي تجرى في هذه الانتخابات وكذلك ما تجمعها حول رئيس المطلح عبد المجيد تبون من أحزاب وغيرها كل الذي حدوداً بالواقع وبالتالي فأن رئيس عبد المجيد تبون يعتقد الجميع وبما أشرتوا إليها بأنه سوف يكون الرئيس القادم لكن هناك كذلك تخوفات من طرف حملة الرئيس عبد المجيد تبون في عدم الإقبال على سنديق الاقتراع وبالتالي يرون بأن هذه الانتخابات بمثابة تزكية للمسال السياسي وللإصلاحات التي قام بها الرئيس عبد المجيد تبون وكذلك المترشحون الآخرون يرون بأن أهمية الذهاب في الانتخابات هو من أجل قسر حاجز العزوف الانتخابي ورفض الانتخابات التي سيطر على المشهد السياسي لسنوات سابقة ويأملها صحيح أريهاناتي على نسبة المشاركة هذا العزوف الانتخابي كما تقول حضرتك دكتور بوقادة لماذا برأيك هل يتم الدعوة لانتخابات مبكرة بدلا عن موعدها الأساسية الذي كان منها المفترض أن يكون في ديسمبر أم أنه معروف بأن الرئيس الحليس يحظى بولايات ثانية وبالتالي لمدى الذهاب والتصويت أم لعوامل أخرى أكيد أن الانتخابات في الجزائر التي هي نتيجة لمسار بعد الحراك الشعبي لـ 22 فبراير من سنة 2019 والتي اختارت فيه السلطة أن تتجه وحيدة دون إشراك الطبقة السياسية في ذلك الوقت في المشاريع وفي اختيار حتى كيفية الذهاب للانتخابات الرئاسية في ذلك الوقت جزءا كبير من هذه المقاطعة ونتيجة لعدم رضا الناخبين عن المشهد السياسي وعلى ما تقوم به السلطة خلال خمس سنوات ماضية ولاحظنا هناك تضييق كبير في مجال الحريات وكذلك في مجال العمل السياسي لم يتم اعتماد أحزاب كثيرة في هذه المرحلة رغم الطلبات العديدة والمكان المتوقع بأن ما شاهده الجزائريون بعد حراك 22 فبراير أن تكون هناك حياة سياسية منفتحة على الجميع والجميع يمكنه أن يؤسس أحزابا من أجل خدمة البلاد وتبني رؤية أخرى ولكن اسمح لي لماذا لم يصب هذا الاستياء من قبل الناخب للمشهد السياسي والوضع الاقتصادي في الجزائر في مصلحة مثلا أي من المرشحين الآخرين هذه المفارقة في هذه الانتخابات أنها ليست من مصلحة أي طرف في خلال هذه الانتخابات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر